خليني انتقل للموضوع الاهم. موضوع زين الدين زيدان. والكلام اللي اصبح الان شبهه رسمي انه بدي يرحل على ريام الريد. الوجهة لسه مش معروفة لانه في كثير خيارات. طبعا الخيار الاقرب للمنطق بيقول ممكن يكون روح عمونتقب فرنسا. الرجل تعبان مرهق بسمع كلام توتر فممكن تكون مونتقب فرنسا. يوفنتوس خياره مغري. حتى لو راعد دور الاوروبي اليوفي حيظل زيدان خيار مغري بياخد اول سنة بهدوء. السنة الثانية بيزبط ا اموره. وايضا عنا خيار بورده اللي لازم ما الانساء النادي اللي يقدم زيدان لكرة القدم. والنادي اللي ممكن يجي له مستثمر باي لحظة. وهذا معنى مشروع جديد. معنى ممكن يكون زيدان مهتم. يرجع لبلاده. وبنفس الوقت يدير هذا المشروع بكل هدوء بعيدا عن التوتر والضغط. بعيدا عن ذلك. بلش الكلام يطلع عن بديل زيدان. الاجري ورؤون. ده وضح شغلة مهمة. تعويض زيدان ما له علاقة بس بالتكتيك والنظام الفني والايد. تعويض زيدان كثير اعقد من ذ ذلك. شوفوا اللي صار في الفريق بأزمة الاصابات. زيدان بكل هدوء خلص الموضوع. بكل اريحية ما نقل التوتر لفريقه. شوفوا كم مشكلة صارت هذا الموسم. مرسل له مؤقرا. لا تمرر له بن زيمة جونيور بالماضي. كله تم احتواءه بمرة مرتين. والسلام عليكم. توتر راموس ما حسنا فيه لما يتوتر قائد الفريق. وما تحس فيه بغرفة تغيير الملابس. هذا ايضا من جهد وقوة زيدان. اذا الازمات والاختلافات ما عم تخلق التوتر اللي كنا متعودين عليه يصير في ريال مدريد. ايضا زيدان هذا الموسم اظهر تطور رهيب جدا. من الناحية الفنية والتكتيكية ابهرنا كلنا. مين ما كان عم بيلعب كان عم بيلعب احسن من خصمه. في المباريات الكبيرة قدم مباريات رائعة جدا عظيمة. برشلونة ليفربول اطلنط قدم مباريات. لا تنسى اثلتكم مدريد. يعني تطور الفني ايضا صار رهيب. صار ممتاز. وفوق كل ذلك الرجل استعاد لاعبين كنا نتوقع لازم يطلعوا. يعني مودرج كان حيطلع يوما ما مجانا. في اكثر من لاعب كل ناش يتوقع يرجعوا. رجحهم. وقدر يعطي للريال مدريد اكمل لاعب شاب جدا. كل هذا زيدان عمله. فممكن البعض يجيقول اليقري تكتيكيا ممتاز صحيح. انا برأيي. يعني انا من الناس اللي كنت ضد. انا مشجع يوفنتوس يعني لبعرقوش. كنت ضد اليقري جاليوبي عشان كان عنا علاقات متوترة معه وبدرب ميلا. بس لما ايجي ابهرني. ابهرني بادارته للمباريات التكتيكية. لكن هل هو يملك شخصية زيدان في الازمات؟ هل يملك هل يملك شخصية زيدان في الخلافات؟ لا. هل رأول ممكن يكون الحل ما منعرف ما منعرف شو هو ما عمرنا جربناه. المشكلة الحقيقة بتعويض زيدان مش انه مين المدرب. انه كيف ستجيب مدرب ممتاز في الملعب محبوب من اعلام مدريد وبنفس الوقت مدير رائع. ممكن تبقى مدرب تكتيكيا احسن من زيدان. لكن اداريا بصراحة ما اعتقد في مدرب احسن من زيدان. وهذا يخليني دائما خائف. اي مدرب ييجي ممكن تفلت منه الامور. لكن زيدان مدرب ما فلتت منه الامور ابدا. ولما خلتت في 2017-2018 جاب دور الافطال بس. نوصل هون لنهاية حقق السيفي مدريد. اتركوا لايك اشتركوا بالقناة وشيروها مع اصدقائكم لهذه الحلقة. والسلام عليكم ورحمة الله.